قال حدثني إبراهيم بن أبي العباس قال حدثني محمد بن حرب الخولاني قال حدثني عمر بن رؤبة التغليبي عن عبد الواحدي بن عبد الله النصري عن وثلتاب بن الأسقع الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الخشاني عن بشري بن حيان قال جاء واثلة بن الأسقع ونحن نبني مسجدنا قال فوقف علينا فسلم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بن مسجد يصل فيه بن الله عز وجل له في الجنة أفضل منه قال أبو عبد الرحمن وقد سمعته من هيثم بن خارجة قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبن لهيعة قال حدثني يزيد يعني ابن أبي حبيب أن ربيعة بن يزيد الدمشقية أخبره عن واثلة يعني ابن الأسقع قال كنت من أهل الصفة فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة وصنع فيها ماء سخنا ثم صنع فيها ودكا ثم سفسفها ثم لبقها ثم صعنبها ثم قال اذهب فأتني بعشرة أنت عاشرهم فجئت بهم فقال كلوا وكلوا من أصفليها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل من أعلاها فأكلوا منها حتى شبعوا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ليث عن أبي بردة عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيته أن يكتب علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع عتابني يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الفرث ثلاثة أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يروا أن يفتري على والديه فيدعى إلى غير أبيه أو يقول سمعني ولم يسمع مني قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو فضالة الفرج قال حدثنا أبو سعد قال رأيت واثلة بن الأسقع يصلي في مسجد دمشق فبزق تحت رجله اليسرى ثم عركها برجله فلما انصر فقلت أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبزق في المسجد قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال حدثنا أبو النضر هاشم قال أخبرنا أبن علاثة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة بن الأسقع قال جاء نفر من بني سليمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة مسلمة يفك الله عز وجل قال بكل عضو منها عضوا منه من النار حدثنا أبو النضر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن أبي سلمة الحمصي قال حدثنا عمر بن رؤبة التغليبي قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ضمرت بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع الليثية فقلنا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال أعطقوا عنه يعتق الله عز وجل بكل عضو عضوا منه من النار حدثنا أبو النظر قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع عيف لما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقالا يا عبد الله اشتريت قلت نعم قال هل بين لك ما فيها قلت وما فيها قالا إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بي خفها نقبا قال فقال صاحبها أصلحك الله أي هذا تفسد علي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا شيبان عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي مليح بن أسامة عن واثلة بن الأسقع قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين وأتاه رجل فقالا يا رسول الله إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم في حد الله فأعرض ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم في حد الله عز وجل قال فدعه فقال ألم تحسن الطهورة أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا قال بل قال اذهب فهي كفارتك قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم الفرية ثلاث أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يروا أن يفتري على والديه يدعى إلى غير أبيه وأن يقول قد سمعت ولم يسمع قال حدثنا الولد بن مسلمين قال حدثني الولد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال حدثني حيان أبو النضر قال دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجراشي في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمساح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له واثلة واحدة أسألك عنها قال وما هي قال كيف ظنك بربك قال فقال أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن قال واثلة أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء قال حدثنا الوليد بن مسلمين قال حدثني سعيد بن عبد العزيزي وهشام بن الغازي أنهما سامعاه سامعاه من حيان أبي النظر يحدث به ولا يأتياني على حفظ الولد بن سليمان قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلمين قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبص عن واثلة بن الأسقعي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ألا إن فلان ابن فلاء في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق اللهم فاخفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد عن عبد الوهاب المكي عن عبد الواحدي بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المسلم على المسلم حرام دامه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله واتقوها هنا وأومأ بيده إلى القلب قال وحسب أمري إن من الشر أن يحقر أخاه المسلم